تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس بدعم مشروع الهوية البصرية وتحويل محافظة أسوان إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة وزارة الداخلية عملت مبادرة لتحويل سيارات الأجرة في أسوان للعمل بالغاز الطبيعي مجاناً خلونا نشوف التقرير ده الهوية البصرية اللي تقالت ديت احنا قلنا أن الأسوان العيد بتاعها يوم 15 15 يناير مش كده مش عارف هل المعدة بعيد أو أن احنا نقدر نعمل حاجة كمثال هدية هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان هدية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان دول اللي معاهم ايه؟ معاهم الفلوس يخلصوا لي الموضوع لو قدرنا قبل يوم 15 حليب أكلنا فرحان تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان بما يظهر عظمة الحضارة المصرية والتراث وطبيعتها وازدهارها ويؤكد على أن أسوان أرض ذهب ومنبع الحضارة الإنسانية أعلنت وزارة الداخلية عن مبادرة لتحويل سيارات الأجرة التي تعمل بالبنزين لتعمل بالغاز الطبيعي مجاناً كهدية من الوزارة لأهالي أسوان احنا ركبنا الأنبوبة وركبنا دورة العربية كلها وتمام التمام ومية مية وما فيش أي حاجة دفعناها للعربية أشكر سيادة الرئيس اللي هو ايه وجه وزارة الداخلية على المبادرة دي وزارة الداخلية الصراحة تكرمت وخدمتنا وقيمين بمجهود ذاتي ما فيش أي حاجة وقد قامت الوزارة بإعداد المراكز الفنية المخصصة لتلك المبادرة لمواكبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي الذي يوافق الخامس عشر من الشهر الجاري في إطار مبادرة تحويلها إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من مجهود ونشكر وزارة الداخلية اللي هم تعبوا معنا وقاموا بالمبادرة دي ودي مبادرة حلوة خالص كاركب الغاز الطبيعي في مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونشكر في عاتده جدير الشكر على ما قدمه لنا وأهل أسوان يشكروا ساعة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادرة الغاز الطبيعي والله يعني يكفينا النظر الجميلة للأسوان دي كل زيارة بنحس أنه بيعمل حاجة جديدة يعني صراحة شح يا مصر اتشكرين يا رئيس كما انشأت الوزارة محطة خدمة لرفع كفاءة السيارات بالمحافظة تلك المبادرة التي أطلقها مجموعة من الشباب لتفعيل الهوية البصرية لأسوان ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذها سوف تسم في إبراز الهوية العريقة للمحافظة وطبيعة شعبها وشمسها ونيلها الخلاب ومعابدها ومعالمها وثقافتها وعظمتها لترسخ تلك الهوية في أذهان زائريها فهي تربط بين الحضارة والازدهار الذي تشهده مصر